هل هناك جرح عديم الشفاء؟ هل هناك مرض غير قابل للشفاء؟ ناس كتير بتقول كتاب المعدس تتكلم عن كتب أرمية، ميخة، ملاخي، نحوم كل دول تكلموا عن جرح عديم الشفاء جرحك عديم الشفاء وممكن يكون الشطان بيستخدم نفس الفكرة علشان يوصلها لك ويصيبك بالفشل ويصيبك باليأس الجرح عديم الشفاء اللي تكلم عنه الكتاب هو شيء خاص بالخطيئة ما كانش مرض لكن عموماً سبب أن هذا الجرح عديم الشفاء إن الله مش موجود في المشهد شعب أصبح جرح عديم الشفاء لأن الله مش موجود في المشهد والله هو الذي يشفي فلو أخرجت الله من المشهد إذن ما فيه الشفاء ونفس الكلام لو حبيت تطبقه لحياتك طبقه الذي يستطيع أن يشفيك هو إلهنا الحي عندما يتواجد المسيح في أي مشهد نرى الشفاء فيه معجزة بتحصل لكن لو المسيح مش موجود في المشهد هيفضل المرض زي ما هو لما دا كاترة يقولوا إن الحالة ما يقوس منها إن الحالة ما فيش أمل فيها والمسيح مش موجود في المشهد تبقى الحالة ما يقوس منها وما فيش أمل لكن عندما يتواجد المسيح في المشهد فالغير مستطاع عند الناس مستطاع عنده فالغير مستطاع عند الأطباء مستطاع عنده هو الذي يستطيع كل شيء إذن أنت اللي هتحدد هل هناك شفاء أم لا إذن بكل وضوح الجرح عديم الشفاء هو الجرح الذي لا يقدم للمسيح هو الجرح الذي يحدث في حياتك والمسيح لا يوجد له مكان في حياتك لكن إذا تواجد المسيح في حياتك فيش حاجة اسمها جرح عديم الشفاء هو يستطيع أن يشفي الجسد والنفس والروح الجسد سيشفي الجسد قوم النفس سيشفي نفسك الروح مغفورة لخطيات لا تخطئ أيضا كان دايما بيعمل كده ترجمة نانسي قنقر